الجريمة اليوم حصلت لا زالت الجهة التي تسببت بها لم تعرف ولكنها جهة إجرامية عندما تستهدف المدنيين فهذه الجهة هي جهة إجرامية ولكن بالتحليل وهذا الأمر لربما كان متوقعا وعلى اعتبار أن الاتهامات التي خرجت في الفترة الأخيرة والتي أرادت أن تلصق إطلاق بعض العمليات ببقى الصواريخ على المقاومة الإسلامية أو الحجر الشعبي فالجهة التي تخطط لهذا الاتهامات وهذا المشروع بالاتهام من الممكن أن تحرك أدواتها مثلما حركتها بالفترة السابقة وقامت ببعض العمليات أن تحرك أدواتها لتضرب المنطقة المدنية لتعزيز هذا الأمر على اعتبار إيقاع خسائر بالمدنيين واستشهاد بعض المواطنين سيسبب تأثيرا أكبر ولكن ابتداءا من يتعمد قصف المواطنين هو مجرم بل أكثر من هذا